ولمتابعة انضم إلينا عبر الهاتف سيادة السفير إبراهيم شويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق سيادة السفير وزير الخارجية أكد أن مصر تبدو الكافة المساعي للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة قبل حلول شهر رمضان كيف ترى هذه الجهود المصرية مع الشركاء للتوصل لهذا الاتفاق؟ الجهود المصرية مستمرة الحقيقة وفي كل المنطقات على المستوى السنائي وعلى المستوى الجماعي في أي مؤتمر في أي طرصة تؤيد مصر لوقف إطلاق النار وتطالب به لأن الحقيقة الوضع في لد أكبر في المنطقة صعوبة ولا يمكن التمرارها كذا وبالتالي فإننا المساعدين المساركة المساركة أهمة جدا وتروا إلى وقت إطلاق النار وجود وزير الخارجية في منتدى أنتاليا الدبلوماسي كان فرصة لعرض رؤية المصرية والجهود المصرية المستمرة أيضا لإيصال المساعدات لقطاع غزة عفوا والتي دوما ما يتم مواجهتها بعرقيل تحول دون إنفاذ تلك المساعدات في رأيك رغم هذه العرقيل إلى أي مدى استطعت مصر إدخال المساعدات للأشقاء عبر الضغوط الدولية والديبلوماسية المصرية المعهودة من جهة مصر تفتح المعبر ربح طوالة 24 ساعة وبالتالي لا يجب أحد لأي أحد أن يقول أن المعبر غير مفتوح الذي يعرق وصول المساعدات وعرق التوضعها هم الجانب الإسرائيلي ولا التكارب المصري وبالتالي فإن هذا واضح جدا ومصر تساعد فرصة من الخبيل المساعدة الإنسانية وهذا أمر التكذبية في مصر إتجابة واضحة يعني لكن دوما سيادة سفير يعني إسرائيل تروج عكس ذلك أمام هذه الجهود المصرية في رأيك الرأي العام العالمي كيف يرى هذه الادعاءات الإسرائيلية؟ الرأي العام العالمي حقيقة مقتنى بأنه لابد من توصيل المساعدات الكافية المساعدات غير كافية ثم أن حتى المساعدات غير كافية دي لا تصل إلى أبناء غزة وبالتالي فإن هذا خطأ لحوال مصر أن توضعه لكل العالم أمر راح الآن معبر مفتوح ومسل تقدم مساعدات ومسل تقدم أكبر دولة تقدم مساعدات هي مثل المكان بالفلسطين ومن يقوم غير ذلك وهو كلام علي أن يصفد هذا أشكرك جزيلا سيادة السفير إبراهيم الشويمي المساعد وزير الخارجية الأسبق